طيب نروح بقى لبوتين وتصريحاته هو هدد في الفترة الأخيرة أن يحصل حرب في أوروبا إيه رأيك في يحصل؟ بصي برضو ما أعتقدش الحرب العالمية دلوقتي مش زي من في الأربعينات في حرب العالمية في الأربعينات مات فيها 25 مليون واحد حرب العالمية التانية ماشي إنما لو قمت حرب العالمية تالتة دلوقتي العالم كله هينتهي عالم ما بعد قوة نووية في قوة كبيرة مش هتدرى ببعض يعني ممكن تعمل حروب بالوكالة ممكن مثلا إحنا نساعد أوكرانيا عشان تفضل تضرب في الروسيا بس إحنا مش هنخبض في الروسيا لأن لو روسيا حصل لها تهديد وجودي حصل فيه تهديد حقيقي لحدودها هتستخدم النووي طيب لو استخدمت النووي هيرد عليها حد تاني النووي صح هيحصل ليه العالم هينتهي خلاص أنا هنتهي وإنت هتنتهي صح القوي هينتهي والضعيف هينتهي الاتنين هينتهي لأنه أنت الروسيا دي عمدها مثلا ألفين راس نووي فهشوف يقفلوا العالم كله صح قصة في أمريكا نفس القصة في الصين نفس القصة في العالم ما بعد وأي دول عندها قوة نووية هي سايبها الآخر خطوة لو أنا هتعرض لتهديد حقيقي صح إنما طالما إحنا كده نخبط ونحارب في أراضي حتة تانية تمام يعني فده كلام برضو أنا بشوف أنه فيه مبالغات ومبالغات لأنه كل الناس زي ما كده لما بوتين قال إنه هو هيرفع درجة للإستعداد النووي هو هيدرب نووي مين ده مش منطق إنه يحصل طب لو ضرب ولو ترد عليه لو ضربوا مدن حدودية عنده وهل الناس اللي عنده هيسيبوه لأ فهو ما فيش حد عايز يوصل للمرحلة دي ولا حد هيوصل لها دي نهاية العالم ده بالنسبة للنووي هل فيه احتمال الصدام بين روسيا وأوروبا هو صدامها باقتصادي زي ما هو محصوق حاصل أكتر من كده مش يحصل أوروبا نووية وروسيا نووي مش هندخل في الظهم مصري إحنا بعد الحرب العالمية التانية لغاية دلوقتي كل حروب القوى العظمى هي حروب الوكالة يعني أمريكا حرب التحاد السوفيتي فين بأنها دعمت الناس في أفغانستان مثلا يعني فأنت حروب في أماكن تانية زي اللي بيحصل في لبنان لبنان طوله عمرها صحة لحروب الوكالة ما بين مثلا إيران ومش حارب يعني بيحطوا في النص نفس اللي بيحصل في ليبيا جنبنا نفس اللي بيحصل في سوريا فيها حروب لدول تانية لها مصالح مش عايزة تضرب بعض مباشرة لأنه لو ضرب بعض مباشرة مشكلة صعبة